إذا نظرت حولك فلابد أن تقع عينك على مصاب أو ذي عاهة أو عاجز يحتاج إلى مساعدة أو معاملة خاصة وهؤلاء نبشرهم بالثواب العظيم في الصبر على البلاء وهم ذو حساسية مفرطة فينبغي أن نحافظ على مشاعرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده وكان رجلا أعمى فسماه بصيرا مراعاة لمشاعره ولأنه بصير القلب قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ومن حقهم علينا أن نشاركهم الطعام والشراب حتى لا يشعروا بأننا نتقزز أو نتكبر عليهم ونشركهم في بعض الأعمال التي يقدرون عليها كي لا يشعروا بالعزلة أو الانطواء فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى ومن حقهم علينا أن نتكفلهم اجتماعيا حتى لا نحوجهم إلى التسول وأن نسعى لتوفير ما يحتاجون إليه من عجلات وكراس متحركة وسماعات أذن ونظارات طبية ونحو ذلك ونوفر لهم كل ما يرتفقون به في البيوت والطرقات والمواصلات والمساجد وغير ذلك ولا ننتظر منهم على ذلك شكرا بل نعمل ذلك كله لوجه الله سبحانه وهذا من حقهم علينا قال تعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون